السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بمتابعين قناة الأستاذ مع قوانين الرياضية في هذا الفيديو سنتكلم عن دلتين يعرفان بدلة الأرض فلور ودلة الصف سيلينج هاتان الدلتان لهم أهمية كبيرة في علوم البرمجة وأيضا العلوم المحاسبية فدلة الأرض ويطلق عليها أيضا دلة العدد الصحيح الأسفل يرمز لها برمز قوسين مربعين مع فقدان الجزء العلوي منه ومخرجات هذه الدلة هو تقريب الرقم الموجود بداخلها إلى أقرب عدد صحيح تالي أقل من الرقم الموجود بداخلها ومجال هذه الدلة هو مجموعة الاعداد الحقيقية والمدى هو مجموعة الاعداد الصحيحة سأعطي أمثلة مثال دلة الأرض لرقم ثلاثة هو ثلاثة ولسالب خمسة هو سالب خمسة فأي عدد صحيح يكون هو نفسه ولأي عدد حقيقي آخر غير العدد الصحيح يتم تقريبه للعدد الصحيح التالي الأصغر منه مباشرة فدلة الأرض لواحد وسبعة من عشرة هو واحد ولسالب ثلاثة واثنين من عشرة هو سالب أربعة كما يمكن كتابة دلة الأرض بالصفة المميزة على النحو التالي هو أكبر عدد صحيح من مجموعة الاعداد الصحيحة التالي مباشرة للعدد داخل دلة الأرض بحيث يكون أقل منه أو يساويه أما دلة الصقف ويطلق عليها أيضا دلة العدد الصحيح الأعلى يرمز لها برمز قوسين مربعين مع فقدان الجزء السفلي منه ومخرجات هذه الدلة هو تقريب الرقم الموجود بداخلها إلى أقرب عدد صحيح تالي أكبر من الرقم الموجود بداخلها وأيضا مجال هذه الدلة هو مجموعة الاعداد الحقيقية والمدى هو مجموعة الاعداد الصحيحة أمثلة لدلة الصقف دلة الصقف لرقم 3 هو 3 ولسالب 5 هو سالب 5 فمثل دلة الأرض دلة الصقف تكون القيمة لأي عدد صحيح هو نفسه ولأي عدد حقيقي آخر غير الاعداد الصحيحة يتم تقريبه للعدد الصحيح التالي الأكبر منه مباشرة فدلة الصقف لـ 1 و 7 من 10 هو 2 ولسالب 3 و 2 من 10 هو سالب 3 كما يمكن كتابة دلة الصقف بالصفة المميزة على النحو التالي هو أصغر عدد صحيح من مجموعة الاعداد الصحيحة التالي مباشرة للعدد داخل دلة الصقف بحيث يكون أكبر منه أو يساويه لكل من دلة الأرض ودلة الصقف خواص نذكر منها خاصية واحد إذا كانت دلة الأرض لـ x تساوي m إذا وفقت إذا كان أن يكون x أكبر من أو تساوي m وأقل من m زائد 1 لأن طول الفترة تساوي 1 وإذا وفقت إذا كان تعني يتحقق في قلال اتجاهين خاصية 2 إذا كانت دلة الأرض لـ x تساوي m إذا وفقت إذا كان أن يكون m أقل من أو تساوي x وأكبر من x ناس واحد خاصية 3 إذا كانت دلة الصقف لـ x تساوي n إذا وفقت إذا كان أن يكون x أكبر من n ناس واحد وأقل من أو يساوي n خاصية 4 إذا كانت دلة الصقف لـ x تساوي n إذا وفقت إذا كان أي يكون إن أكبر من أو تساوي x وأقل من x زائد واحد ومن هذه الخواص الأربعة نستنتج خاصية هامة وهي أن دلة الصقف لـ x أقل من x زائد واحد ودلة الأرض ستكون أقل من أو تساوي x وأكبر من x ناس واحد أتمنى تكون استفدتم من الشرح وتعلمتم التعامل مع أتان الدلتان بشكل صحيح فإذا كنت زائرا جديدا في القناة وأعجبك مختوانة فيمكنك دعمنا ماديا من ميزة التشكر الموجودة أسفل هذا الفيديو أو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وانتظروا فيديوهات جديدة من قوانين الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته